الحقيقة لسه الإشهادات بتتواصل حتى هذه اللحظة بين منتخب الأوليمبي مستمرة حتى هذه اللحظة وعايزين نقول لكم إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 سنة اللي أقيمت في المغرب ويشاهد التشكيل المثالي يعني مش هلقود سيطرة كاملة بس فيها كتير من خصائص السيطرة في أربع لاعبين مصريين موجودين ضمن هذا التشكيل الحقيقة طبعا برغم الخسارة اللي تعرض لها المنتخب في اللقاء النهائي أمام المغرب نتيجة 2-1 ضمن التشكيل المثالي للبطولة الرباعي المصري حمزة علاء في حراسة المرمى حسام عبد المهيد حسامة فيصل وإبراهيم عادل طبعا لازم نجدد التهاني مرة تانية حتى لنفسنا قبل ما نكون بنتوجه بها للمنتخب والقائمين عليه واللاعبين اللي فيه المنتخب كان تأهل بالفعل لأولمبياد باريس 20-24 جاءتنا 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 اشتركوا في القناة